السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الكرام أهلا بكم غدا بإذن الله بداية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل في السعودية وبين العامل بالمعنى الدارج إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يدخل حيز التنفيذ غدا بإذن الله مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد بما يسمح بانتقاله لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ويسمح للعامل بالسفر خارج المملكة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا طبعا هيبقى التفصيل إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يدخل حيز التنفيذ غدا مميزات القرار أنه هيعمل إتاحة خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد بما يسمح بانتقاله لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل هيسمح للعامل أنه يقدر يتنقل من عمل لعمل آخر كل اللي عليه أنه يكون العقد بتاعه انتهى بدون موافقة صاحب العمل لكن بيعلنه إلكترونيا أنه هو هينتقل لعمل تاني أيضا من مميزات المبادرة السماح بالخروج والعودة للعامل بما يمكنه من الصفر خارج المملكة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا هيقدر العامل يعمل خروج وعودة لنفسه وبيشعر صاحب العمل إلكترونيا أيضا من المميزات تمكين الوافد من المغادرة عبر خدمة الخروج النهائي بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون إشترات موافقته يعني لما عقدك ينتهي تقدر تعمل خروج نهائي لنفسك وكل اللي عليك أن تشعر صاحب العمل إلكترونيا حتى لو هو مش موافق بعد كده إتاحة مغادرة المملكة مع تحمله جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد بعد كده بتسمح المبادرة للعامل إن هو يغادر المملكة طبعا بيترتب عليه إن هو بيبقى مسؤول عن تبعات فسخ العقد وجميع ما يترتب على ذلك المبادرة إن شاء الله هتبتدي وهتنطلق من الساعة 12 اليوم بالليل يعني بداية يوم 14.03.2021 بالتوفيق إن شاء الله لكل اللي موجودين في السعودية إسكان صاحب العمل أو العمال إن شاء الله خير للجميع يريد تعملونا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته